النادي الأهلي رأي حضيك إيه هو خدمة وقف حازم جداً وبلغة رقية ووفقاً للضابط والقوانين وفي اللقاء الأخير اللي تم بين الكابتن محمود الخطيب وعضاء مجلس الإدارة ودكتور أشرف صبحي وزير الرياضة قال له أكد له الكابتن محمود الخطيب إن النادي الأهلي وقياداته ومجلس إدارته لن تنساق وراء أي تجاوزات أو خروج عن أخلاقيات الرياضة والسلوك الرياضي إزاي نوصل للصيغة المرضية أستاذ إبراهيمي اللي بنتمنى أنها ترجع لملعبنا واللوسط الرياضي أنا أنا بأعتقد يعني بقليل من التفكير بقليل يعني إحنا في دولة مصر دي دولة يعني مش إحنا مش 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 الحكاية مش زيطة يعني قليل تتضبط المسألة تتضبط المسألة بتقليل أحسن حاجة عملها النادي الأهلي ومجلس الإدارة إنه هو النهاردة فكرة عدم الانسياق لأنه دايب إحنا بنهزر كلنا في مكان كان مولع وفي دخان أنا نحط عليه بنزين أنا كمان ويعمل الكلام لا ده كل القرارات اللي خادها مجلس إدارة الأهلي كلها قرارات لما نبوص فيها هي الحكاية بتحتكم للقانون وتحتكم للعقل أنا كنت حقول إن القرارات دي أو أقف ضد القرارات دي لو فيها أي حالة خرج عندها إن أنا بفرض رأيها أو فكرة باستعرض قوة حقول لا ما فيش مكان لستعرض القوة إنما النهاردة القرارات كلها بتقول أنا أنت قلت تعالى هنا جدت هنا طلعت الدورة دا قلت بتعمل كذا أنا عملت كذا حددت جدولة عملت أنا ملتزم بي أنا ملتزم بكل كلام ده ومش حنقبل أي تجاوزات وده هذا حق طبيعي فإنما هو ده هو ده لازم الضر اللي النادي الأهلي بيعمل ويجب إنه هو النهاردة إن مهير النادي الأهلي وعضاء النادي الأهلي ومحبي النادي الأهلي إنه هم ينصعوا في ده أنا النهاردة بحفظ على حقيقة دون أي تجاوز ودون أن أشارك أو أن زلق أن أتجاوز أيدي القضاء ترجمة نانسي قنقر